أعلن الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس تحقيق الجامعة إنجازا جديدا في مجال التصنيف الدولي حيث احتلت الجامعة المركز الأول بين الجامعة المصرية في تصنيف اندكس نيتشر السنوي عن الفترة من أول أغسطس من العام الماضي وحتى الواحد وثلاثين من يوليو من العام الجاري وقال المتيني أن هذا التصنيف يعتمد على مؤشرات البحث العلمي للجامعة وتصنيفها وفهرستها باسم الباحثين والجهة البحثية المنتمين لها عن طريق مجموعة من الباحثين في عدة مجالات لفحص الانتاج العلمي لكل مؤسسة بحيادية دكتور سماء كيف برأيك نستفيد من هذه التجارب ونجاحات الدولية التي تحققها الجامعات المصرية وأيضا هل برأيك يجب أن نضع معايير جديدة حتى نحافظ على الطلاب المصريين من فكرة الهجرة وهي هجرة العقول المصرية أنا عايزة أنوح الحاجة وبالفعل يعني الحقيقة أن الجامعات المصرية بذلت مجهود كبير جدا علشان تقدر تحقق مستوى ما بين الجامعات الدولية ويمكن إحنا في فترة من فترات لم نصل لل500 جامعة الأوائل دلوقتي إحنا بنحقق مراكز متقدمة جدا مش بس في جامعة عين شمس وفعلا جامعة عين شمس بذل مجهود كبير علشان تستحق أن تتبول هذه المكانة أيضا جامعة القهراء نفس الشيء جامعة العديد من الجامعات المنصورة أسيوت الأسكندرية حققوا مراكز متقدمة في تصنيف الجامعات على مستوى العالم وفي أكثر من إندكس يعني فيه أكثر من إندكس غير الإندكس الحالي أيضا إحنا محتاجين إحنا نستفيد إزاي من ده؟ إحنا ممكن نعمل ماركتنج للجامعات المصرية ونقدر إن إحنا نجذب طلاب سواء كانوا عرب أو كانوا أفارقة للدراسة داخل مصر إحنا كمان محتاجين إن إحنا نربط عشان نجذب الشباب المصري ونساعدهم إن إحنا نربط ما بين مخرجات العملية التعليمية وما بين متطلبات سوق العمل إذا إحنا حققنا هذه المعادلة هنحافظ على كثير جدا من الشباب اللي فعلا بيحقق نجاحات بالخارب إنه يستمر ويظل داخل مصر ترجمة نانسي قنقر